تعالوا نشوف يتقول ايه بيكلم على قضية بتاعة جمال خاشقجي الله يرحمه بقى ويعملوا بما يستحقه قتلوه كما لو كان مصريا انا بس عايز حكمكم هل الست دي عندها زر الدم مصرية قتلوه كما لو كان مصريا هل فيه وقاحة اكتر من هذه الوقاحة هل فيه نوع من مش حايز اقول الالفاظ والله لان انا فعلا سقمت من هؤلاء يعني دي رقاعة اللي بتكتب بتقول قتلوه كما لو كان مصريا مش حايز اقول عيب عشان بالتأكيد اللي كاتب الكلام ده ما يعرفش يعني عيب بالتأكيد بالتأكيد اللي كاتب هذا الكلام لا يستحق ان يكون مصريا قتلوه كما لو كان مصريا قتلوه مش قادر افهم يعني هو المصريين بيتقتلوا بهذا الشكل وهي بتتكلم طبعا انا عايز اقول انه المصريين ردوا عليها المصريين ردوا عليها واحد عمرو شيخ العرب قال لها عميلة كما لو كنت صهيونية والله بليغ رد بليغ من واحد مصري اديني اديني اه 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 اماني اه العقاد بتقول له وستدفنين غريبة كما لو كنت قطرية لا ده وغدين نفس الوزن اللي بعديه اللي بعديه خالد شعلان من اجل حسنه من الاسترليني تلعقي احذية الغرب وتقف عند ارجلهم كما الجرو الفار يعني التائه الايام تمضي سريعا وسيمر الشباب وستبلغي من العمر ارذله وعندما تعودين الى الوطن ستجد الباب موصدا وستموتين غريبة مجهولة النسب لا ارض ولا اصدقاء سوى اوراق البنكنود في حساب بلا صاحب عليك اللعنة ده ناس بيرضوا عليه ها التاني عبد المنعم الاحمد ده مش مصري اعتقد رخيص من يطعن وطنه ويشوه سمعته تلفظه الارض وتكرهه الشعوب وتلعنه الايام ده مين ده ناس ردوا عليها وتقول قتلوه كما لو كان مصريا يا دي الوقاحة يا دي قلة الادب يا دي السفالة يا دي الوقاحة مش حالة فاقول والله لم ارى في حياة ناس عديمة الوطنية الدماء اللي في عرقهم لم تعود دماء مصرية بهذا الشكل القتلوه كما لو كان مصريا والله تستحق كل اللعنات كل اللعنات انا اطالب مجددا اطالب مجددا باسقاط الجنسية عن هؤلاء دي شغالة في البي بي سي بكرة هتطارد من بي بي سي هتيجي تقعد ساعتها وتنظر زيها زي غيرها وتقول انا كنت وانا مش كنت احنا في لحظة فارقة بين الوطن واللاوطن بين الوطنيين والمرتزقة كلام واضح شير الصورة على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر